موسيقى ياسر اتفضل انت فين؟ ايه اللي حصل؟ بكلمك ما بترديش وبدور عليك من مبرش بالليل انت معرفتش اللي حصل لعمر في السجن ولا ايه؟ لا حصل ايه؟ كان فكرني بقى موزيع ومش فروطاري ومش عارف اخد حقي بس مكدبش عليك يعني لول انهم مروا فجأة على عنافر كان زيباني مش اقعد معاك دلوقتي طب مين اللي عمل فيك كده يا عمر وليه؟ مين دي بسيطة؟ مزجون معناه اخد مؤبد ويشتغل جوا السجن الحساب اللي يدفع ومعاديه دلوقتي في الحبس الانفراد اللي انت عايز تتكلمي معاه بس مظون شنو هيتكلم وبيني وبينيك انا مش هاز اعرف مين اللي ما عطوصل جمال طبعا اتي حتى غيره مش هاز نخرج من انا؟ ده حتى فريدة مبقيتش فري معاه لكن جمال عمر ما يسمحني على حاجة انا اصلا ما عملتهاش عشان كده لازم تتكلم يا عمر لازم نقدم بلاغ انا ولا هتهمه ولا هعمل اي حاجة ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده واحد حاول يقتلق عارف عارف وعمل كده ليه وفاهم ومقدر فاهم ايه ومقدر ايه؟ اللي عمله جمال ده جريمة ولازم يتحسب عليها اللي عمله جمال ده اي قب مكانك انا هيعمله انا لحد الوقت يقدام والرجل اللي قتل بنده مسدقين يا نوهة انا لو ما كان كدت عامل نفس اللي عمله ده بالزبط عمر انا مش عايزة اللي بينك وبين جمال ده يأثر فيك جمال ممكن يحاول يقتلك تاني ومش بس هنا حتى لو خرجت الجلسة الجاية برضو حيحاول يقتلك عشان كده لازم تثبيته له وان مش انا اللي قتلت لينها وما دول الوقت ما بقاش قضايا بالنسبالي ولا انا اخرج من هنا جمال لازم يعرف الحقيقة ويتأكد منها وانت الوحيدة اللي قدر تعملي كده كمال اوبانوها ابو عايز يرجح حق ابنته ولو هو مش قادر يسامح فان قادر يسامح وبعدين ما تنسيش ان انا خلت الساقة اللي بيني وبينه واللي حصل بيني وبينينا ده ما كانش المفروض يحصل اصلا لكن مش ده المهم دلوقتي دخلينا في اللي هيا حصل هتقدر تعملي الحاجة الوحيدة اللي انا طلب تعمليك دلوقتي خلي بالك من نفسك يا عمر وان شاء الله الجلسة الجاية هتاخد البراءة من اذنك عرفت كده هتعمليه انا جاهز بس انت فاهم الكلام ده لازم يعدها لوهدها من الاول فاهمها وحيد ما تخافش قبل ما اناعمل اي حاجة هكنو ااخد موافقته المهم بتعمل اللي اولتلق عليها من ناحيتي ما تلاشي بس اقول لي تجهزت الاسمه محسن ده وفاهمته ايام ليه بالزبط انا عايز محسن يتطمن عليها الاول بعدها تاخدوا الهاردات اول بعد تاخدوا الهاردات محسن وامر تخلصوا منهم النهارده النهارده اي غلطة من اي نوع مش ارحمكم شكرا وصلا اشتري شكرا